اشتركوا في القناة وعائلة مسيحية أدت إلى تهجير قصري لتمن أسر أو لتمن عائلات مسيحية من القرية تمانية مشوا من القرية وطبعا ده غير قانوني بالمرة ولكن هي جلسات عرفية بتعقد فبالتالي الكبير يعني اللي موجود في القعدة أو صاحب القرار اللي موجود في القرية اللي ملوش أي حق في أنه طبعا يهجر تمن أسر أين كانوا هم مين طلب أو أمر بأنه ده يحصل وبالتالي تم تنفيذ هذا القرار النهاردة هنتكلم بالتفصيل في الموضوع ده وهنقشل أنه الحقيقة الموضوع وصل لمجلس الشعب والمفروض أنه مجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب المصري أنه هيصدر قرار في هذه المسألة جوفنا النهاردة هم الأستاذ إسحاق إبراهيم وهو باحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعانا دكتور عماد جاب نائب بمجلس الشعب سبعا خير دكتور أهلا بحرطك معانا سبعا خير أستاذ إسحاق في البداية عايزين نشرح للناس يمكن خلينا نتكلم عن تفصيل الموضوع أو تفاصيل الموضوع ونشرح للناس بالزبط إيه اللي حصل أو إيه السبب في هذه المشكلة تفضل إسحاق هي المشكلة بدأت يوم فجر يوم 27 يناير اللي فات ما بين أن اسم الشرطة باعت طلب شاب مسيحي وراجل مسيحي وحد صاحبه مسلم وقال لهم أنه بيتردد في القرية أن فيه فيديو لعلاقة جنسية ما بين الشعب المسيحي وسيدة مسلمة والاتنين متزوجين والاتنين متزوجين اليوم الثاني بعد صلاة الجمعة الناس عرفت فجرت محاولات للصلحة والتوصل لحل يرضي الأطراف أو يشوفوا أصل القصة هل موجودة ولا لأ لكن مع مرور الوقت تجمعت مئات من الناس الشباب وناس الغاضب من الوقاية الأهالي المسلمين في القرية وابتدوا يطالبوا بتهجير عيلة الشخص المسيحي ده وبعدين تطور الأمر لإقتحام محلات تحت أسفل المنزل بتاعهم ثلاث محلات ثلاث محلات اللي هو للشاب وحسرته وعيلته وإخواته ثم ابتدت تتطور الأمور والناس تمشي في الشارع وهي بتهتف ومعاها أسلحة بيضة وملوتوف وأسلحة نارية وبتحاول تقتحم بيوت المسيحيين في الشارع جنب البيت ده فاتحرق ثلاث بيوت وأكتر من 12-15 محل تجاري وأثناء حرق بيت من البيوت صاحب البيت طلع معه فرد خرطوش ده بعيرين في الهواء كده عشان يبعد الناس اللي بتهجم البيت بتاعهم فاترد عليه بإطلاق نار كويس قوي أنه طبعا ما حصلش في الوقت ده إصابات بطلقات نارية يعني من الجانبين يعني ما حصلش إصابات خطيرة أو حد راح لمستشفى ندري جدا ولكن ترد طبعا ده فيما بعد أنه جات الكلام ده حصل من بعد صلاة العصر لحد يستعب الليل الشرطة جات ما عملتش حاجة كتوقفها في القرية ما منعتش الاعتداءات الجيش جاء بعدها المحافظ جاء ومدير الأمن وأعضاء مجلس الشعب عن حزبي النور والحرية والعدالة واجتمعوا في جامعة ورحمان في نفس الليلة وقرروا تهجير عيلة الشاب أو الشخص المسيحي ده اتعملت كمان قعدتين تاني كانت الأعداء التانية واحد فبراير اتعملت بها محضر صلح يعني محضر صلح مزل بمعنى الكلمة وكان برعاية الأعضاء مجلس الشعب وكان برعاية كمان اسم شرطة الالتعامرية محضر ده قرر مش تهجير الشاب بس تهجير كمان العيلة المسيحية التانية اللي هي من خمس أسر اللي واحد منها ضرب نار عشان يفرق الناس اللي بتاح رأي بيت ومش كده بس كمان كونوا لجنة من برئاسة شخص سلفي شيخ سلفي ده هو الكبير يعني اللي في القرية الموجود يعني صاحب الكلمة أو صاحب القرار الموجود من القرية نفسها بس هو معروف في منطقة العمرية بأنه هو محكم أو شير بيتدخل في حل بعض المشاكل العادية من الناس وعينه ناس لجنة من المسلمين بخيادة الشيخ تتولى بيع ممتلكات المسيحين المسيحين في نفس اليوم سابوا القرية كلهم التمن أسر سابوا القرية كلهم ومش عايشين فيها دلوقت هي طبعا اللي حصل ده يعني شيء ملوش أي سنة قانوني طبعا أو غير مقبول طبعا أكيد لأن الأسر دي حياتها موجودة في القرية المسادر غزاءة أولادها بيتعلموا فيها وفجأة كده إحنا بيطلع قمر قرار مش عارفين من أي جهة تصدور بالزبط لا ومش بيطلع قرار ده بيتنفذ القرار كمان بيتنفذ والقرار كمان تطلع بمحدة الصفة غسمية يعني موقع عليهم من الأطراف اللي حضرت محضر الصلب كمان المؤسف كمان لا النيابة العامة ولا الوزارة الداخلية ولا الجيش قدروا يقولون ده مين الناس اللي قامت وهجمت وحرقت البيوت واعتدت عليها رغم أن أسماءهم معروفة أشخاص معروفة وكان بيتم التفاوض معهم أثناء الفترة اللي هي ما بين بعد صلاة العصر لحد الساعة 9 بالليل ما ابتدت الهدوء يسود القائد دكتور عماد الحقيقة أنه فكرة العقاب الجماعي بالشكل ده الحقيقة فكرة يعني مشينة لأنه النهاردة لو طرف غلط مش المفروض أن أنا أفتكر أنه أعاقب كل الناس أو أن أنا أهجر كل الأسر دي أو أن أنا أعاقب كل الناس دي علشان فرض واحد غلط حضرتك شايف المسألة دي إزاي وحضرتك كنت صرحت أنك قلت أنك هتنسحب من مجلس الشعب إذا لم يتم الحل هذه القصة حضرتك شايفها إزاي دكتور هو طبعا أنا عايز أقول أنه الحادثة دي هي جزء من سلسلة حوادث مزبوط يعني تحوالت عندنا الظاهرة يعني لو رجعنا ربما لأربع آخر أربع خمس سنين هنلاقي حوادث كتير مشابهة فيها المرواحد تغيب الدولة فيها إسقاط هيبة الدولة فيها إسقاط القانون المدني فيها عودة لمرحلة مقابل الدولة يعني اللي بيدرس قانون يعرف أن العرف يعني أقل مرتبة من القانون العرف ده بيحكم مجتمعات لم تشكل دولة فهمت زاي؟ لما المجتمعات بتتحدر وتتقدم بتعمل قانون فهمت زاي؟ فوجود القانون لا يمكن اللجوء للعرف فبالتالي ده في الحقيقة يطبق بشكل جماعي في المشاكل اللي بيبقى فيها طرف مسيحي وطرف مصري يعني الواقع اللي بيقولها السيسحة أنه أولاً فيه وقعة حصلت أو ما حصلتش وحدش يعرف حل فيه تصوير ما فيش تصوير فيه علاقة فيش علاقة لأن الدليل ما تقدمش مش موجود وما تقدمش إذا فيه دليل يتقدم للمحاكمة حسب القانون وياخد حكم حسب القانون طبعاً كويس نقطة تانية أنه أجهزة في الدولة مسؤولة عن تنفيذ القانون هي اللي بتغيب القانون يعني محافظة اسكندرية وليس نباحثة جنائية في اسكندرية في العمرية بيشاركوا في الجلسة أي كويس نمرة تلاتة بياخدوا قرار ما احنا في دولة ولا في صعرة بياخد قرار أنا قرأت المحضر العرفي بترحيل وتشكيل لجنة زي ما نسأل باللي بيع الممتلكات يعني حضرتك يعني أنا متخيل أن الأسر دي القاية هي موجودة مجلادهم عندهم مدارس كانوا في نص السنة عندهم مدارس يوم السبت وبعضهم أخذ مواعيد لبكرة وبعده وبعده فجأة مطلوب من حضرتك تلمه دوم وكتمشي لإني في واحد التهم أو في إشاعة صارت لو الاتهم دا صحيح يتحسب قانونا حقيقي لو مش صحيح يبقى لكن المهم فين القانون أنا شايف أن هناك رضا وطواطئ من الأجهزة في الدولة لمثل هذه الأمور فهم إزاي وبعدين ثمان أسر فجأة ما يباتوش في بيوتهم اللي كانوا موجودين فيها دير ديمين ده مش بس كده ده ممتلكاتهم فقدوا ممتلكاتهم وفقدوا بيوتهم ومحلاتهم اللي اتحرقت واللي اتناهبت أقول لحضرتك على حاجة خطر بس آآ إن ده بحسب القانون المدني في كذا جريمة بس هركز على اتنين منهم هو العقاب الجماعي وده مفيش بهند في القانون مفيش نواصل قانوني يعني أنا أخطأت ما يتحسبش ابن عمي اللي في البدنة بالضبط ماشي نمرة اتنين في حاجة سمتهجير قصري ده أبسط حقوق الإنسان إنه يختار مكان ساكنه فأنا بهجر واحد الأخطر بقى إن ده مقدمة للفرز الدين في مصر بمعنى بعد شوية هيبقى عندك قرى مسلمة قرى مسيحية وبعدين بعد شوية هيبقى مدن مسلمة ومدن مسيحية وبعد كده البشوات اللي عاملينوا يقولنا أمريكا عايزة تقسم مصر الأربع أنتو اللي بتقسموها بقى دي حقيقي أنتو اللي بتحطوا أساس التقسيم لأن لو اللحمة مصر في الفترة اللي فاتت إنه مكانش عندنا بيروت الشرائية وبيروت الغربية كنا ساكنين مع بعض والعمارة فيها الناس مشتركة لو هنكمل في السكة دي هيبقى فيه حواري وبعدين فيه قرى وبعدين فيه مدن وبعدين التقسيم جاي جاي فده ده اللي أنا بفكر فيه الحقيقة إنه فكرة التقسيم دي فكرة مقلقة جدا فكرة يعني في منتهى الخطورة تفعلته إزاي مع القصة دي يا أستاذ إسحايا يعني إحنا عرفنا أن فيه لجنة تقصي حقائق عملتوها علشان تقدروا تتوصلوا لحقيقة الموضوع عايز أعرف النتائج اللي وستطلها اللجنة هل حقيقي المشكلة دي فعلا وقعت إذا وقعت هل حقيقي فيه صور أو هل حقيقي فيه فيديوهات متصورة هل تم التهديد بالصور دي يعني وصلتوا لإيه في اللجنة بصي إحنا كمنظمة حقوق إنسان مش معنين قوي الواقعة نفسها وقعت لأن دي جهات التحقيق بتحقق فيها وفيه شخص متهم أو موجود في النيابة والنيابة كان عنده جلسة بارح بالقضي الجزء يداله أفراج بضمان محل أقامته ونيابة استقنفت الحكم والمفروض هيدروح الأمور المستعجلة للقضي الأمور المستعجلة عشان يبدأ في الموضوع فدي قضية مش هي القضية الأصلية بالنسبة لنا إحنا بنقول اللي حصل في قرية شرباد الأيام دي مش حدثة فردية دي ظاهرة إحنا بنشوفها ومش مرتبطة بحصل من زمان لد بزبط وكمان مش مرتبطة بستور لأ طبعا لأن دي من قبل كده كان النظام الحاكم بيلجأ للجلسات العرفية والمسكنات وحاول يفرض شروط الطرف الأقوى على الطرف الضعيف عشان يعمل تهديئة مؤقتة لكن ده فشلت الجلسات العرفية فشلت في أن هي تحل مشاكل الاحتقانات والتواطط الطائفية في مصر خلال الفترة اللي فاتت دي كلها إحنا برضو أنا عاوز أكمل على كلام الدكتور عماد أن الموضوع اللي حصل ده أولا إحنا النص الإعلان الدستوري اللي إحنا ماشيين بي دلوقتي ومن قبل دستور 71 بيقول حاجة بيقول في حق في الحياة وده أنت بيقول في حق في حماية الملكية الخاصة طبعا وأنت هنا سبت الشرطة المفروض أن هي مسئوليتها حماية الأفراد وحماية أرواحهم وحماية ممتلكتهم ما قمتش بالدور ده بل شاركت في كرسة أو في جريمة التوقيع على الصلحة مرتبط تاني كمان أن الجريمة شخصية ما فيش حد بيتعاقب ما فيش حد قتل بيتعاقب هو أبو وإخواته أو أسرته وعيده كلها لو كان الحد تعقب في أحداث مبابا ولا في أطيح ولا في أي حد حادث من حوادث قبل كده كان ده يتعقب أكيد الجرائم كمان الحرق والسرقة دي بزداد من الجرائم اللي لا يجوز فيها التصالح بمعنى أن لو حد حرق بيت حد تاني وتصل في الطرفين النيابة لازم تكمل الإجراءات وتقدم الطرف اللي قام بالحرق ده للمحكمة لأن دي جرائم ضد المجتمع لكن اللي بيحصل أنت لما بتحل موضوع زي ده حصل فيه سر أو نهج وحرق وما بتحقققش فيه وتهجير وما بتحقققش فيه وما تقدمش الأطراف الجانية الطرف الجاني ده هيعمل ده مرة واثنين وثلاثة حتى ممكن مش مع مسحين بس مع أطراف تانية أقل منه قوة فدي حوادث إحنا رصدينها وشغالين عليها مش في الإسكندرية بس ده حصلت قبل كده في المينيا وحصلت في أسيوط وحصلت في السواج والدولة للأسف استمرت في استخدام نهج الجلسات العرفية وإحنا هنا ما بندنش أن الناس تبقى فيه جلسات للمواد دول التعاشي بس لما تستخدم هذه الجلسات كبديل لجبر جبر الدار وتقديم الناس للمحاكمة لا هنا فيه مشكلة أن الناس تبقى فيه حلول أو فيه جلسات لتقريبه وكادر نظر أو للحال لكن طالما حصل حاجة جنائية وحرق وتهجير وسرقة فلا يفوز أن الجلسات العرفية تستخدم كبديل للمحاكمة الأطراض إحنا إحنا شغالين مع الأهالية على أن إحنا نحرك فيه اللي حصل في القرية ده لو هنشتغل عليه قانوني هنشتغل بتلت مكتوى تلت أنواع من الأضايا أول نوع من الأضايا هي أضايا المتبطة بالاعتداءات على المنازل وسرقة المنازل وحرقة النوع من الأضايا تاني ممكن يتم الاشتغال عليه عرق على الحكومة أنه يتدخل في الموضوع ده طرف التاني تعاوضات لأنه ما تصرفش تعاوضات للأهالي ده اللي فقط تلعب طولهم يعني الناس قالوا لهم اتفضلوا إحنا جايبين لكم عربية تفضلوا اخرجوا بقى رقية بدون ما يحملوا معهم فلوس ممتلكات أي حاجة خاصة بيهم ده جزء جزء تاني اللي عمل الدكتور عماد ودي أنا هو ده بالزبط اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيه مع دكتور عماد وهي فكرة إن حادتك قدمت الخميس اللي فات في مجلس الشعب والحقيقة هددت بالانسحاب من مجلس الشعب إذا لم يتم النظر فيها هذه القضية يعني إيه إيه اللي تم في الجلسة يا فندم وإيه اللي حصل يعني هل فيه أي استجابة للكرسى اللي حصلت دي ولا ما فيش هو أنا عايزة أقول إنه إحنا عندنا ظاهرة كان بيشارك فيها النظام السابق في القضية الطائفية بالتحديد آه لما يبقى فيه اعتداء طائفي بيعتمد على حاجة اسمها شيوع التهمة آه يعني مين ضرب مين دي دي مسألة يعني زي برضو الحادثة بتاعة العمرية دي قارة العمرية آه وهو في بيوتة حرق لكن مين حرق آه لما حتى تروح للمحكمة حاجة اسمها الشيوع التهمة في بيوتة دي ما يقدرش يحدد المتهم نمرة اتنين إذا ضبط المتهم في حاجة اسمها مجنون آه أو مختلط نفسيا آه زي ما ضعش كندريا أو قطر سمروط لو لو نتذكر طيب لو ضبطوا عائل هنا بندخل آه سوري هنا بندخل في موضوع جلسات الصلح العرفي جلسات الصلح العرفي يعني تمكن الجاني من آه عدم الخضوة للمحاسبة آه أنا لو واحد بارتكب جريمة والدولة بتحميني والأجهزة بتحميني منها هرتكبها مرة واثنين وثلاثة واربعة طبعا فاللي حصل إنه لما تقري تفاصيل الأمر أولا مهين جدا بيقول إن ما فيش دولة بيقول إن أجهزة الدولة بتتواطئ يعني جاي لما هحكي لحضرك لما لما تقدم الطلب فالمهم ولقيت فيه محاولة من الآلام الرسمي للتغطية على الموضوع وعدم تناوله خالص حالة من التعتيم على الموضوع ده وكأنه يعني جميع متواطئ على إنه خلي الأمور دي تمشي أنا بقولت باعتباري دارس صراعات دولية ودارس منطقة البلقان وأنا شايف خطر على البلد شايف خطر على بلدنا لما يبقى عندك بعد كده قرى مسلمة وقرى مسيحية ومدن مسلم ومدن مسيحية آه ممكن يحصل تأسيم البلد دي تتقسم مع اللي بيحصل فيه بناء آدم قاعد مع أولاده بيته يقولوا لأم هدوه ما كو يمشي لمجرد ما عملش حاجة ما عملش حاجة خالص يعني منتهى الإهانة للدولة حقيقي منتهى الإهانة للدولة ومنتهى الإهانة للقانون ومنتهى الإهانة لكل المصريين حقيقي أنا عملت يوم الثلاث بيان عاجل وقدمته رئيس مجد الشرق قدمته وروحت عامل واحد تاني وممض عليه 24 من زملاء اللي موجودين معاه كانوا من التدعين فمخترض أنه ناخد الفرصة أقول لبيان العاجل جلسة المسائية رحتوا بعد التذكير للدكتور سعد الكتاتني أنا عامل كو ده موضوع طائفي خطر وأرجو تمكيننا من إلقاء البان العاجل رفعت الجلسة على أن تكتمع يوم الأحد بس من التلات للحد خمسة أيام ممكن تحصل فيها حاجات كتير جدا فجيت بصراحة خميس وجمعة قلت في الإعلام الكلام اللي حضرتك زكرتي وقلت أن أنا قدمت حكيت القصة في يوم السابت رقيت أمين عام المجل الشعب بيكلمني بيقول أنت مقدم بيان عاجل لطرقة لطب بكرة الصبح هتقول البيان عاجل جهز الأوراق وكده وقعدين على الساعة 11 لما روحت المجلس طريقة مكتب الدكتور سعد الكتاتني بيطلبني الدكتور سعد عايزك روح تقابلته فقال أنت مقدم بيان عاجل وانت بتقول أن أنا تعمت الطرقة قضية حساسة جدا ولما هيبقى من التلات لغات الحموم فقال طب عندنا طريقين عندنا طريقة أنت تعمل بيان عاجل وحد تاني هيعمل بيان عاجل في الناحة المقابلة ويبقى إيه وفي أنه صدام طائفي أو طريقة تانية أن نحن نحول الموضوع لجلسة لجنة حول إنسان في المجلس تسمع كل الأطراف وتاخد توصية توصية دي تبقى ملزمة وانطلعها بقرار من المجلس ملزمة اللي أنا برفض التهجير برفض العقاب الجماعي وأنه لازم الناس دي ترجع أماكن هوا وقالتو لا أنا عايز التاني مش عايز سجال طائفي قدام إعلام ولا غير وأنا من موضوع بالنسبة لي مش طائفي موضوع بالنسبة لي موضوع قانون ودولة ومستقبل بلغ بالزبط فروحنا اجتمعت نفس لجنة حول إنسان في نفس اليوم يعني خلص اجتمعتنا للشعب الستة اجتمعت دي ستة ونصف حضرنا وتم التوافق وكان في حد للأسف الشديد من الداخلية جاي بيدافع عن الحسن إن احنا ضعاف ما عندناش قدرة والناس دي حلت والناس دي فأقول لهم أنا في كلماتي أقول لهم اللي مش قادر طبعا القانون يستقيل طبعا يعني فيش حاجة اسمها تيجي انت بتاخد مرتب من الدولة مش نتنفذ القانون فلما تيجي تغيي بالقانون وتبقى تحوله الظلم يبقى ما ينفع شو مهم فانتهت المناقشات لإني كل في رئيس اللجنة اللي هو السيد محمد أنور السادات بإنه يصير التوصية يتبنها كقرار ملزم للحكومة بتنفيذه اللي هو يعني عدم الاعتراف بجلسات صلحة العرفية وإعادة الناس لأماكنها وتطبيق القانون طبعا المؤلم في الموضوع أن هناك أطراف يبدو يبدو من مصلحتها أنها الموضوع ما يتحلش فيبدأ بقى يطلع للناس يقول لهم لا ده هيغيروا كلمة تهاجير بكلمة تفريق مش عارف إيه ده هيعملوا إيه محاولة للتشكيك في القرار اللي هتاخده لجنة حول إنسان اللي هو هترفع لمجل الشعب أنا بقول لحضرتك بمطقة البساطة هذه جريمة في حق البلد وحق المصريين لن تمر توصية هترفع للمجلس المجلس ياخد قرار إذا لم يكن هذا القرار بعودة الناس ورفض جالسات صلح العرفي وإلغاءها تماما وتطبيق القانون أقول لحضرتك بلدنا دخلة في سكة خطر وبقول ده وكل قلب إحنا عندنا ظاهرة الناس بدأت تقلق وتهاجر هنا بقى هنبدأ في فرز ولو الفرز وصل للأرياف قريدي عندنا مؤشرات للقرى بقت مسيحية خالصة وقرى بقت مسلمة خالصة ده معناها إن إحنا دخلنا في سيناريو زي البوسنة يعني هنا أقول لك منطقة مسيحيين هنا منطقة مسلمين هنا منطقة صرب هنا منطقة كروات هنا منطقة بوسنة يعني عايز أقول دي في منتهى في منتهى الخطور كارث اللي بيتعامل مع هذا الأمر لو عنده الرؤية دي وفاهم باللي بيحصل يبقى دي مصيبة المصيبة لو مش فاهم يبقى برضو مصيبتين لإني أنا بقول لحضرتك بعض الناس لما كانوا يقولوننا من 10 إلى 15 سنة 20 سنة إن مصر ممكن تتقسم كنا نتحق طبعا أنا بقول إذا هناك مخطط لتقسيم مصر لأربع دول زي ما بيقولوا أنا بقول إحنا بنفزه بأيدينا بالنوع ده من الجلسات حقيقي وهو ده اللي إحنا دايما بنقوله إن إذا كنا بنتهم البعض بالتأمر إذا كان من الداخل أو من الخارج فإحنا اللي بندهم الفرصة بالضبط فعلا إحنا اللي بندهم الفرصة ستسحقا نحرك تعليق آه آه طبعا أنا يعني استكمال لكلام الدكتور عماد إحنا لو بصنا في التطور العنف الطائفي والاعتباءات الطائفية في الفترة الأخيرة لا هنلاقي في تطور آه كبير جدا من حيث عدد الجرائم اللي مقعدت حوادس العنف الطائفية اللي حصلت السنة دي مش الطائفية بس ده حوادس العنف بشكل عام آه بس في حالة من الانتعاش للجريمة غير طبيعي لا والأشكال اللي خدتها يعني إحنا ما تعودناش نشوف حرق كناس آه إحنا السنة اللي فاتت بس فيه تلات كناس محروقين آه غير الاعتداءات اللي هي ما كانش فيها حرق بس كانت فيها بس آه تجامهر قدام كنيسة أو قصفها بالطوب أو خلافها ده دي مؤشرات خطيرة على أن فيه احتقان في المجتمع والاحتقان ده موجود من قبل كده يعني مش جديد على مصر بس شكل الاحتقان ده في المجتمع لا فيه تطور سلبي محتاجين أن المسؤولين في الدولة القائمين عليها يبتدوا يأخذوا موقف وأخذ الموقف ده جزئين جزء في الأول بتطبيق العدالة الجزء الثاني مختبط بإصلاح التشريعي اللي حصل في مصر دلوقتي يعني هي المشاكل اللي حصلة اللي بتحصل بشكل عنف الطائفي أو النوعية دي جزء منها لأن الناس اللي حصل بتتصور أن هي تطبق قانونها الخاص هيلاقوا مبنى خلامات فيروحوا بجمهار ضده يحرقوه أو يمنعوا الصلاة فيه أو يلاقوا زي ما حصل في قارة شرباط أن حصلت حادثة فردية فيروحوا هما يوكلوا نفسهم مسؤولية تطبيق قانونهم الخاص ويروحوا يعتدوا على منازل ناس ما لهاش علاقة بالأحداث خالص ده كله يرجع لأن ما فيش تطبيق للقانون فيما يخص الجرام أو الاعتداءات وأن ما فيش تطبيق للقانون لعدم التمييز أو لبناء ضرور العبادة الموح دكتور عماد حرتك قلت أنه إذا ما تمش النظر في هذه القضية وما تمش الاستجابة لها هتنسحب من مجلس الشعب لا أنا عايزة أقول بس هو طبعا أو هدت أنا ما قلتش لما قلتش كده لأن ده معنى أنسحب وأنا ما تعودتش أنسحب بشكل سريع لا أنا قلت أنه أنه إذا لم يعالج هذا الموضوع فكل الخيارات والاحتمالات وردة بما فيها الانسحاب من المجلس يعني والانسحابة لما كنت أقصده ما كنتش أقصده كفرد كتيار يعني عندنا بس أنا عايزة أقول جملة هنا فضل لو سمحتي لي عشان بس برضو إيه ما نحاولش نسود الصورة قوي الفتنة في مصر صنعت نظام فتنة في مصر صنعت نظام أنا واحد من ناس كنت في جامعة في نهاية فترة السادات السادات بدأ من أول مجيء السادات وهو من 72 عشان يضرب التغارات اليسارية والنصرية في الجامعة جاب الجامعة الإسلامية ودها سلاح وزع عليه سلاح فبعد ما خلصت مهمة اليسار وبتاعة تحولتها المسيحيين كما زي والإعلام والتعليم بلاوي كلها بالضخط طائفية وتطرف سحبت الدولة من أضافها تجاه بعض الأضايا المسيحيين فالمسيحيين دخلوا الكنيسة وبقى تحت حضن الكنيسة فالمجتمع بدأ ينفصل لكن اللي أنا عايز أقوله إنه مجتمعنا سليم يعني طبعا فيه حاجات بازل لكن بصي مجتمع مصر ده يوم التلفزيون الرسمي بتاع بلدي طلع قال يوم أحداث ما سبيرو وقال لهم المسيحيين بضربوا الجيش يا مواطنين الشرف هنزلوا لو إحنا في مجتمع زي سوريا ولا زي لبنان ولا زي الجزائر كانت حاصلت مذابح لكن مجتمعنا بيخاف من الدم والفوضى مجتمعنا 18 يوم السورة لم تطلق لم يرمى حجر على الكنيسة ده المجتمع 18 يوم طبعا 18 يوم ده الحالة السسنائية ده اللي احنا عايزينه ده اللي أنا رأي ده طبيعة المجتمع المصري النظام بيستخدم الأسلوب الإنجليزي الاستعماري القديم فرق تسود لازم يقسم الناس عشان يقدر يحكمها أيو ويجي عند قضية زي قضية الفساد والتوريس والبتاع فيروح متبني قضية دينية زي قضية مثلا واحدة مسلم محجبة تقتل في مكان الماء جريمة لكن نحولها للتغطية على الموضوع الرسوم الكارتونية جريمة لكن نستخدمها عشان نقول احنا مدافعين عن الدين فعايز اقول النظام اللي بيلعب بالدين بيستخدم ورقة الدين لكن لو ادوا فرصة للمسيحيين لا المسيحيين يقدروا يعملوا نموذج تعايش كواس قوي يعني المسيحيين فطرتهم ساليم المصريين بصفة عامة مسلمين ومسيحيين فطرتهم ساليمة طبعا ومش متطرفين تعايشوا طول الوقت احنا اكبر بلد كان فيه سأبل جاليات من كل الدنيا أرمن وموارنة ومجروب يعني من كل العالم استخدمنا من البلقان استقبلنا من لبنان استقبلنا وكانت في واحدة واحدة لما بدأت النظم بعد اتنين وخمسين تستخدم الدين وتحاول تسيطر هنا بدأت المشاكل دي تباني فانا اللي احنا بنقوله عشان كده بنقول اذا عندنا مجل الشعب ما بعد ثورة لازم تطرح هذه القضايا وعلى فكرة فأيام نظم مبارك كان صعب ان القضايا دي تطرح في مجل الشعب حتى ما الحزب الوطني لكن انت دلوقتي عندك ثورة عندك تيار ديني له غالبية من اخوانه السلفين لكن في النهاية بتقوله قضايا هاي تفضل وريني هتعمل فيها ايه ما يدرش هتجاهلها ان فيه اعلام فهما زي فعصد اقول لازم كلنا كمصريين بتحب البلد دي وبنخاف عليها نناضل لارساء دولة المواطنة والقانون والمساواة وعدم التمن حقيقي التمن أسر اللي تم تهجيرهم ايه اللي بيحصل معهم دلوقتي او ايه اللي هيتم معهم يعني احنا منتظرين يعني هو اخر اتفاق حصل او اخر جلسة صلح حصلت كانت يوم الخميس اللي فات وكان خلاص يعني هو اكدوا ما تم الاتفاق عليه من تهجير التمن أسر تمن أسر مشتتين ما بين داخل محوظة إسكندرية في مكانين مختلفين كل أسرة بتواجه ظروف معاشية صعبة لسه لما نشوف نتيجة التقرير او عمل لجنة حول الإنسان في مجلس الشعب هتقدر توصل هل يعني احنا نتمنى طبعا اللي قاله الدكتور عمادي يتنفذ وانهما يقدروا فعلا يغيروا اولا يدينوا الاتفاق يغيروا يضمنوا رجوع الأسر التمنية للقارية وحماية أغواحهم وممتلكاتهم وكمان يقدموا يحددوا المسؤولين عن حرق البيوت أو عن المشاركين كمان في الاتفاق لأن اللي شارك في اتفاق بدا ده بيرتكب جريمة لأنه وبينتهي القانون طبعا للمحاكمة ده جزء مهم أنا بأكد كمان الكلام اللي قاله دكتور عمادي أنهنا مش الصورة مستودوية قاعد احنا صحيح عندنا نواف في البرلمان هما أقلية اللي ممكن اللي يفهم عنصار الطيارة المدني ولكن هما جايين بإرادة الشعب ومنتخبين عن الشعب وبالتالي ما علاقتهم ما هم ماش نواب الوطني اللي كانوا طول الوقت بيحضروا بينفزوا ما يملأ عليهم من القيادات لأ دول نواب يعني عند ثقة وناس كتير عندها ثقة أنه هما هيتبنوا القضايا اللي اللي بتهم الناس والمشاكل اللي بيعانوا منها فأنا واثق أن هما يقدروا يعملوا خلخلة في الملافذة خاصة كمان أن المصريين مسيحين ومسلمين يعني لما رفعوا مطالب خاصة بهم كمواطنين مصريين اتجهوا لمؤسسات الدولة ما تظهروش جوه الكنيس زي ما كان بيحصل قبل كده فده مؤشر كمان إيجابي أن الناس وعية أن هي أصبحت جزء من الوطن ده حقيقي وعاوزة ومصررة أن هي تلعب فيه وابتدوا يشتركوا في أعزاب كتيرة مدنية وجمعيات أهلية جميل جدا طيب الحقيقة أنه الوقت يعني انتهى أنا بشكر ضيوفي الكرام دكتور عماد جدنق بمجلس الشعب بشكر حليك دكتور وأتمنى لحضرتك التوفيق إن شاء الله في النظر في هذه القضايا وفي هذه الأنواع من القضايا الحقيقة لأنه كلنا بنبقى مستقين منها يعني كل المصريين الحقيقة بيكون مستقين منها الأستاذ إسحاق إبراهيم باحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشكر حليك أستاذ إسحاق مشاهدينا الكرام الحقيقة إنه مجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب المصري لبرلمان 2012 لما قيل إنه في فئات كبيرة من الشعب المصري مش لقين نفسهم في المجلس اترد علينا وتقال إنه إحنا هنمثلكوا وإحنا هنجيبلكوا حقوقكم ففي جزء من الشعب المصري دلوقتي بيتعرض لمشاكل فأرجوكم مسلوهم وأرجوكم هتحققهم نشوفكم بكرة ونشوفكم إن شاء الله على خير